سلام يا بونا سؤال احنا بنقول لانسان حر مخير ولا مصير لكن انا ده من سأل ما معنى الانسان مؤمن مخير هل معنى كده الانسان مؤمن في هذه الحياة يخد مش مشاقات وصعوبات هذه الحياة بقراته الشخصية دون تدخل من الله وبالتالي يتساوي مع غير المؤمن في الحياة الارضية ام معنى حرية الانسان ام ان يسلم حياته المسيح وتصبح هيخلص خالص عاوزين اقول لكم حاجة في العلاقة مع ربنا العلاقة مع ربنا ان ربنا يقدى الانسان حرية الاراضة وبالتالي بما ان الانسان حر يبقى ياخد قرارات ارادية مسؤول عن نتائجها بمعنى ايه في حاجات ما لنش دخل فيها ان انا اتولدت في مصر لما اتولدتش في نيجيريا اتولدت في مصر لما اتولدتش في كندا خلاص دي مش هتحاسها بقى انا مصير ولا مخير فيه يوم هتموت فيه ما اخترتوش ولا سألوني عاوز تموت ولا ما تموتش في فيه الثوابت في الحياة انا اتخلقت ولد انت اتخلقت بنت انا ما كنتش مخيرة يخلى قوني الحاجهات دي 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 فولط احنا مش بنتكلم على ليه ادم قالتش ما كنت انا حاوو وحاوو ما occasions انا ليه ما كنتش ادم لا دي 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 خلاص دي هه حاجات حصلت خلاص ام الانسان مخير في ايه مخير في حاجتين او عشان ساهلهلك وربنا هي حسبنا على ايه حسبنا على حاجتين في مخير ومصير هيحسبنا على افعالنا وهيحسبنا على ردود افعالنا افعالنا الارادية قايم غار حب يقتل اخوه مع سبق الاسرار والترصد يعني فضل الغسع وليه وربنا انظره قال له اوعد اقتل اخوك راح مسك توبة او اي حاجة وقتل اخوه يبقى ده الفعل انت هتتحسب عليه يبقى كل الافعال الارادية انا هتحسب عليها مثلا انا النهاردة عندي تو اوبشنز زي ما فينا اوبشنز ان انا اتفرج مثلا على مطش مصر وبتلعبوا حاجة في افريقيا كده دلوقتي مش مهم يعني مش مهم يعني عايز اتفرج على مطش في البطولة الافريقية او اجي اجي اجتماعها الرعي الصالح الدنيا برد قوي انا كاسلانه لا اتشجع واشجع نفسي وانزل ده قرار اراضي انا اخترت فيه اروح الاداس ولا اروح سينما ده قرار اراضي انا نزل الاداس وحد قال له انا رحيني لعين السخنة وهنقضي ويك اندي حلو ده قرار اراضي وانت بتتحسب علي ايه قراراتك الاراضية اللي سلطانك انك تقول فيها اه او لا وهتتحاسب على ردود افعالك يعني ايه ردود افعالك يعني واحد ظلمني فقلت انا ما نزلش حق اداني انا ما ادي له قلمين واحد تاني اهدى شو اقولك لا اداني انا ما ادي له قلم انا محبش الظلم لكن قلمين تلا واحد تالت رد فعلا انا متغز بس ما حبش الانتقام يا رب انت املي منه واشوف يوم واحد تاني يقولك لا انا لا اقدر اخد حقي بايدي ولا اقدر انتقم بس انا موجوع فبقولك يا رب سندني واحد تالت قال الوصية بتقول ان انا افوت ومن لطمك على خدك فقادر له الاخر ربنا يسمح صحيح مش طلع من قلبي قوي بس ربنا يسمح واحد بقال يا سلام انا استاهل يا رب البركة دي تدي اخد بالقلم على وشي وتظلم اكيد كله متحوش فوق انا موافق ان انا اكون العذر هنا على الارض بس اكون في حضن ابراهيم فوق ومش اقل من كده يبقى هنا عندنا اقد ايه انا قلت لكم ست سبع ردود افعال من اسوأ رد فعل لاقوى رد فعل طول ما احنا ردود افعال لنحية الوصية ونحية ان احنا نرضي ربنا يبقى انت اتعملت كوي دي محسوبة ليك يبقى انت بتتعمل على افعالك الرضية وردودك الافعال زي واحد تاني يخسر خسارته خسر في الشغل بتاعه فيجدف على ربنا واحد تاني يقول لك كله الخير هل ده زي ده يبقى احنا نتحسب على ايه افعالنا وردود افعالنا وبلاش حريكات بقى الفلسابة بتاعت مقاير المصير طب هو ربنا ما تدانيش اوبشنز ما هو قال لي هتحبني يهودك في ده يا يبقى انا كده مصير في محبة الله طب انا مش عاوز احب ربنا لا اهودا لك الاختيار ياتحيك ومتحبوش بس او قال لك ده نهيته كده زي بالزبط ايه انا بقول لك هتذاكر وتنفع ولا ما تذاكرش وما تنفعش تقول انت كده اكبرتني انا كده ما حديش حرية انت ربطت ان انا انفع بالمذاكرة ما دي الحقيقة بتقول لك لا انا كده مجبر ان يحب الله يا اما خش الجحيم فانت اكبرتني لا انا اديتك الابشن وديتك الاختيارات انت حر اختار اللي انت عايزه بس الناس دي ما بتخلص على فكرة في القصص دي